بلغت القيمة المالية لمفرغات الأختبط بميناء طانطان منذ السئناف صيده في السادس عشر من يونيو الجاري نحو 12 مليون درهم وحسب المسؤولين فإن انطلاق موسم صيد الأختبط الصيفي لهذه السنة مرت في أفضل الظروف بعد إجراء القرعة للمراكب لولوج المصيدة المتواجدة بمنطقة السيد الغازي هذه المؤشرات مبشرة بالخير وتعد بموسم صيفي واعد وجيد بعد ظروف يعرفها الجميع ظروف الجائحة وغيره ونتيجة لهذه المؤشرات سيلعب الأختبط دورا مهما في تحريك النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم خصوصا وبجهة قلميم عموما الطنطال الحمد لله غادية لقدام الحمد لله بفضل الإدارات الحمد لله الوصية للقطاع حيث كنلاحظوا أن سوق السمك هنا عندنا في الطنطال الحمد لله ارتاقل واحد المرحلة اللي هي جيدة قبلت بارك الله كثير عليه حيث هو ما كانش في السوق والماشي مزيان المسؤولي مزيان النظام مزيان كل شي مزيان وكانت مصالح المندوبية قد قامت منذ 12 من يونيو بالفحوصات التقنية وخصوصا مراقبة الشباك واشتغال جهاز الموقع والرصد